أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تعزيز جسور التعاون والتنسيق بين الأردن والنرويج معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه النرويج بالشرق الأوسط في مجالات تعزيز السلام وبناء الجسور بين الشعوب وبحث جلالته خلال لقائه رئيس وزراء النرويج يوناز جار في العاصمة النرويجية أوسلو العلاقات الثنائية وصبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والتجارة والتعامل مع أثر التغير المناخي إضافة إلى التعاون في مجال الدفاع وفي معرض بحث مجمل قضايا المنطقة أكد جلالته مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكتيف الجهود للتواصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية well your excellency i'm delighted to see you again and thank you so much for the amazing hospitality we always get in normally we remember their majesty's visit to jordan at the beginning of of cubit two years ago and i'm really glad to be back look forward to seeing their magic studies as you said we've always had a very strong political relationship that has developed over the years with a stronger military partnership, which we value very much. And we're here at difficult times in your region and in ours to see how Norway and Jordan can strengthen bridges of understanding. And I'm sure we'll have a very interesting discussion today. But we do always respect the strong role that your nation plays in our part of the world in many areas of deconfliction and trying to build bridges between people. And I look forward to a very interesting discussion. إنه أمام مستوى تجربة لك أن تجربة إلى هذا السبب و أن تجربة إلى إلى نوروية نحن 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 مرحباً أحدث في نوروية وعلى المشاوعة على سبيل المنز وها هي الرجل المنزل لذلك أردتك أن تجربة يجربة وتجربة نحن نعود جميعًا أن تجربة في هذه المشاوعة التي تجربة للتجربة المحلية لما سنكون نحن مستوى في ذلك أكد رئيس الوزراء دكتور بشير الخصاوني أن أزمة كورونا أصبحت اليوم خلفنا رغم تركتها الثقيلة أو تراكتها الثقيلة مثلما هي تركت العقد الأخير وتحدياته الخصاوني خلال زيارته اليوم محافظة مادبة بيّن أن الأردن يسير على طريق التعافي وأنه تجاوز أصعب التحديات وبقي قويا واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في الجامعة الأمريكية بمادبة التحديات التي واجهها الأردن خلال العقد الأخير والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز أثار الجائحة وتدعياتها كانت جيدة اليوم أزمة كورونا خلفنا وتركتها تركة ثقيلة كما هي تركة هذا العقد الأخير الذي لم نحقق فيه نسب نمو تتجاوز 2% ولكننا نسير على طريق التعافي حكومتكم قدمت برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي في إطار الظروف الموضوعية التي كانت سائدة وقتا أن تشكلت هذه الحكومة وتشكلت هذه الحكومة في ظرف كانت فيه حكومة مهام وكانت تكلفات هذه الحكومة أن تتصدى لجائحة كورونا لأنها كانت في ظروة هذه الجائحة وبذكركم نحن نحكي بشهر عشر عشر عشرين عشرين وكنا على أعتاب استحقاق دستوري تم وأنجز بفضل الله سبحانه وتعالى وبإصرار من جلالة سيدنا بإجراء الانتخابات النيابية وأنجزت الانتخابات النيابية انخفاض في وفيات وإصابات فيروس كورونا وارتفاع بنسبة الفحوص الإيجابية في الأردن خلال الأسبوع الوبائي العاشر مقارنة بالأسبوع التاسع ووفق لما جاء في الإحصائية الأسبوعية التي بدأت وزارة الصحة بإصدارها منذ الأسبوع الماضي فقد سجل الأردن خلال الأسبوع الماضي سبعا وسبعين وفا وأكثر من خمسة وعشرين ألف إصابة بفيروس كورونا وبعد إجراء نحو مائة وستة عشر ألف فحصا مخبري بلغت نسبة الإيجابية منها اثنين وعشرين بالمائة مقارنة بنحو عشرين بالمائة في الأسبوع الذي سبقه عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات انخفض إلى أربعمائة وإحدى وعشرين حالة مقارنة بأكثر من ستمائة حالة في الأسبوع التاسع كما انخفضت الحالات النشطة إلى نحو تسعة عشر ألفا مقارنة بحوالي ثمانية وستين ألفا للفترة ذاتها وفيما يتعلق ببرنامج التطعيم الوطني فقد تجاوز عدد متلقي الجرعة الأولى أربعة ملايين وسبعمائة وأحد عشر ألفا مقابل أكثر من أربعة ملايين وأربعمائة وثمانية ألاف تلقوا الجرعة الثانية في حين بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثالثة أكثر من ستمائة وثمانية ألاف شخص أكد العين سمير الرفاعي أن عملية تمكين المرأة سياسيا هي ضرورة وطنية وليست رفاهية سيما وأننا شهدنا حضورا وأداء فاعلا للسيدات اللواتي وصلنا لمواقع صنع القرار في الدولة الأردنية الرفاعي أضاف خلال افتتاح المؤتمر الوطني تحت عنوان مشاركة النساء في التيارات السياسية أنه وتأكيدا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المشهد السياسي الأردني شدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب تكليفه للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على تعزيز الدور السياسي للمرأة كأحد مهام اللجنة الأساسية من جانبها أشارت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بن مصطفى إلى أنه لا توجد ديمقراطية بدون إشراك كامل للنساء وبدون أن يكون للنساء قرار سياسي مكتمل نتشارك مع جميع الأطراف اليوم وخصوصا الأطراف الدولية لنقدم المرأة كنموذج في غاية الأهمية للمشاركة السياسية ونتمنى أن تنعكس هذه المشاركة السياسية على كافة مناحي الحياة المشاركة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية المرأة الأردنية فاعلة وقادرة ولهذا جاءت حملتنا بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان بعنوان قادرة وأنها ستكون قادرة إن شاء الله لممارسة عملها السياسي في المرحلة القادمة وخصوصا في مرحلة الأحزاب السياسية التي ستتبوأ بها المرأة الأردنية موقعا قياديا نعلم أنه يتحدث عن المرأة الأردنية ونحن أيضا نتعاون من هذه الأطراف لنرى كيفية التعاونية في السياسية المرأة الأردنية ونظر أنه أكثر مهمة لأن المرأة الأردنية لنبدأ في جورتن نشعر كثيرا أن 50% من المرأة الأردنية لا يمكن أن يساعد من كل التعاوني المرأة الأردنية التي تتحدث في هذا المرأة المرأة الأردنية التي تتحدث في هذا المرأة